السلام عليكم رجعنا معكم هنا مشكلة مدد مشكلة الصوت طلعت لي شغل ثاني يديد محظو فيكم ها في صوت عزيز معنا يا عزيز اليوم رح يكون لقائنا وايه زين أنا يعني أتمنى يكون معنا مستريكي اليوم يستفيدون ها كابتن ها في صوت هلا هلا لا لا كمام زيني شوي في رانين مع الصوت بس في صوت بس مشوش أشيل هادي خليجرم خليجرم نحظة خليجرم ها نحن في صوت جود ها في صوت واضح؟ يب عيلا الخراب من هذي لا تشترو منها ما يعني مساحكم الله بالخير اخوان السلام مشاهدي اخوان اللي انظمة معاننا اليوم ومشكورين على انظمامكم اياتكم معاننا في هذا اللقاء الطيب اليوم احنا شوي لقاء خاص حق شباب اللي بخاطرهم اللسوم الطيران وودهم يتعلمون اكثر في دراسة الطيران وودهم يتطورون ويدشون بهذا المجال ولكن اسلوبنا غير هالمرة يعني احنا من انا على فكرة يمرحت اكثر كان 1984-85 يعني النظام الاول القديم فالحين احنا شوي نظامنا صار شيء يديد بيتكلم عن عن شلون احنا بنخترق سوق تدريب الطيران بسلوب يديد بسلوب شبابي بسلوب مرتب يعني نخلي الشباب يطلعون من البوكس وطريقتنا القديمة وشون احنا كنا نتدرب وشون المدارس ومدارس يعني اليديدة اللي طلعت وشون استفيد من الامور هذي كلها الحين عاد كابتنا عزيز نبي شوي تجربتك يعني هيت معك يعني بالطيران وبعدنا رحت معها رابغ وبعدنا حين انتغت لخطوة يديدة شوي اعلى من الPPL الى الATPL وعلى فكرة المصطلحات هذي لازم شوي تخف عن الناس يعني لا تنطلب وتأمنوا مصطلحات على شركات معنا لان انا اهمني انهم يعرفون احنا احنا ليش داشين في هذا السوق تقريبا اللي مفروض انه تاخذ حكومة او تاخذ شركات كبيرة او بعض الخطوط طيران هم مفروض يجزون انت قاعد تعرض انت مقاعد يعني مو تقول في طلب من شركة الطيران لا انت اللي قاعد تتغدم كالكلية يعني انا بالفين وعشرة لما رحت حق جامعة طيران الامارات كان ابحث عن جامعة تتبع تتبع شركة الطيران ودراست عندهم الماجستير وعلوم الطيران مع جامعة كوفنتري بس انه لقيتها العملية مختلفة انا قمت ابحث عن شغلة هذي الحين بالكونسة بتداش فيه انت الحين اقوب تجربتك السابق العام مع وكالتك الرابق والحين وكالة جديدة من زين عرفنا عن نفسك هو الشيء و... اسمك وسنك عنوانك اسمك وسنك عنوانك عبدالعزيز محمد الشعيل طبعا انا يس طيار مدرب طيران بس طبعا وظيفتي بشي ثاني مختلف تماما شغال انا في قطع النفطي مهندس عقب ما كنت فترة من حياتي اشتغل في الفيلد وبعدين عقبها طلعت الى المكتب ودراستي وشغلي في المكتب صار في وقت شوية فاضي اني اكمل في دراسة الطيران كشغف فالتارجت مالي او الهدف مالي كان فقط اللي هو الرايبت بايلوت لايسن اللي هو الطيار الخاص علشان استمت واروح على راحتي بس طبعا ما قدرت وقفت لي يا أبو ساقر فكملت لغاية الياسن كلها الاول والثاني والثالث لغاية ما خذيت الكميرشال بايلوت وعقبها الـ الـ يتقسم الى نوعين في الأدبانس اللي تقدر انت تدرب الكوميرشال والـ بايلوت وفي ليسن خاص حق الـ اللي هو الطير على الأجهزة طبعا انت الحين دكتني قبل يروح تدريب طيران كل سنة ينطر إعلان الكويتية أو ينطر إعلان طيران خاص مثل الإماراتية وين ينطر الإعلانات كل سنة لكي يروح يتقدم انت شكلك لا ما نطرت أحد لازم اللي يحب الطيران هو اللي يصير الإعلان أو هو يصير الإعلان ويروح يدرس أو يروح يدور بس حلو ان الواحد يعني ياخذ المجازفة هذه وان يدش بين مدارس يبتدي يقول يعني أنا يعني يعني مرات شوان هالدولة تزكيلنا مدرسة أو تزكيلنا كلية أو الجهة أو الطيران بس انت لما تسوي مفاضرة بين كليات وبين جهات معينة تدري الطيران مو تنك ما أخذ يعني الرسك شوية عليك بزيادة؟ أبو سقر أنا لما رحت الرابغ اللي التارget مالي ما كان كارير يعني ما كان إني أنا سأأخذ الشهادة هذه وروح أشتغل فيها فكان التارget مالي إن أنا أطير يعني كشغف وأحقق الشغف مالي بالطيران أوكي بز يعني تقدر تقول أن أنت بس أنت موظف موظف وعندك شغف وعندك مبلغ معينة استثمر قلت أنا باستثمر على الهواء صح الحين أغلب الناس يعني أغلب الناس يعني أغلب الناس اللي يسئلون يقول يبقى نحن نعلم عيالنا علشان يلتحقون في شركة الطيران يبقون يطيرون ترى موضوع أن المدارس يعني شو حتى أنا الأكسفر درست فيها أو الإماراتية أو هذا مو أن أنت لما تدرس في مدارس الطيران معناته أنت موظف في أنك تلتحق معاهم هذا الناس اللي تعتقده المدارس الطيران بكل العالم ما لها علاقة في الإيرلاينرز الإيرلاينرز كطيران تجاري أو طيران خاص هي أصلا تنتقي من خلال الشهادات التي تملكها سواء كانت FAA أو أو إياسة سواء طيران الرخص الأمريكية أو الرخص الأوروبية المدارس هذه مستغلة أنا يعني هذه البوضحة لأن الناس قاعد تربط نفسها يأخذون الكويتية يأخذون الإماراتية يأخذون الإماراتية فيبتدي يحط مصيره مع الإيرلاينر الشركة الطيران وما يفكر أنه خليه يأخذ الشهادة وبعدين يبحث الشركات الطيران موجودة بالعالم كله يقدر ينتقل بأي مكان يعني نعرف شعورة 30 طبعا يتروح إلى قطرية والدروع الإماراتية وعندي ناس طيرون بطيران ثاني صح فإذا مو أكفة على أنك أنت طالع اللوكل عندك الإيرلاينر وتبتدي تقول أنا هذه حياتي فأنا هذا اللي يعني أنا هذا اللي عجبني بالفكرة أن أنت عندما اندخلت أنك تطرح فكرة تدريب الطيران أنك تعال يا جماعة الأخيارات موجودة وأنت تقارنون وأنت أفضل يعني أنت تقارن أنت تشوف الساعات أنت تشوف القيمة أنت تشوف المكان أنت تشوف الأمور هذه وأنت تدخل عليها وتبتدي التعلم فأنا هذا اللي أعرف أكثر من الحين سنقول الأكاديمة تخلص الطيران هذا القرار شلون بنيته لأن أنت ندري أنك قرار قديم على أرابق وأن تجربة في البي بي أل وهذا يعني كونك طيار غير أنك تكون رائد أعمال يعني أنا صعبة أنه لم يكون طيار يبي يطير يبي يعلم ناس طيران بس أنت الآن صرت رائد أعمال وعندك يعني وكالتين وكالة في سعودية مع أرابق وحين وكالة ثانية مع أكاديمة تخلص الطيران في أثينا لأنه طلعت طلعت المستوى ياسف والمستوى يدعلى فعطني المكس هذا التجربة بين كطيار وكالة أعمال تبي أنت تحقق حلمك في هذا المجال تمام بصقر نبلش في البداية الفكرة اللي يأتي لي مالت رابق طبعا دراستي حق الطيران كانت أسافر إلى السعودية وأرجع أسافر وأرجع بنفس الوقت دراست الطيران مالتي أنا كانت عن بعد ما كان في أي أحد يعني مثلا متوفر في الكويت أنه ممكن مثل ما تقول to guide me أنت ترى قلت كلمة خطيرة ها قلت عن بعد أخاف لحنا نقول عن بعد يقول هاذا اسمه طيار أي شيء لا 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 هي الحين نطرح اللغة هذه لأن ترى الناس يعني مو عارفة أنه عن بعد مرات يجيب الأثر النظام طبعا النظام اللي ماشينا عليه المملكة العربية السعودية هو النظام القريب من نظام اللي هو اللي هو مال أمريكا نظام مال أمريكا في نوعين في النوع اللي أنت تقدر تدرس في البيت وبعدين تروح تقدم الاختبارات وبعدين تقول لهم أنا جاهز أبي أطير أدرب طيران وفي النوع الثاني اللي أنت تحضر كمدرسة أيوة وبعدين يعني من الصبح إلى المغرب كل يوم كمدرسة فأنا استخدمت النوع الأول بأمريكا طبعا يبيعون السيديات انجليزيتي الحمد لله كانت زينة فاشتغلت على روحي بعد الدوام الفترة المسائية هي تكون الفترة الدراسة كلها طبعا دي بي دي جدامي وشغل أيام المدرسة كتيب وقع نسجل وهذا لغاية ما خصل الله طبعا كل اللي ياسن كان على هالموال فأنا شفت شفت أن فرصة وخاصة عقوب ما قاعدت وياك مصقر في طلاب يروحون وما عندهم أحد يوجههم ما عندهم أحد الفاين تون هذي ما عندهم أحد يعطيهم الموتوبيشن يوقف وياهم يساعدهم خاصة ذكام فيها سوفر وايد فهنيت طبعا فكرة أننا نسوي الوكالة مالة رابغ رابغ كانت فقط على الناس اللي عندهم شغف للطيران يأخذ الشباب اللي موجودين في الكويت يبي يقول أبي أطير وانت بتطير يقولك أبي أطير مثلا بأمريكا يقول له حبيبي أنت تجرأت على السوق يعني انت بديت تسوي الوكال يعني تسوي في الكويت وهذي يعني أنا منادر ما شفتها سواها مقابل في الكويت يعني هي راح سوي الوكال ويما عندناس يدربون في الكويت فهذي خطوة جريئة بصقر اللي دزني أني أسوي الجرامد سكول بالكويت أني أنا حست على ليسا مدرب طيران من الناحية العامة من هيئة طيران المدني السعودي فعندي ليسا النظام الأمريكي طبعا أي واحد من الطلاب بتشوفه أنه هو مؤهل أنه يعني أو جاهز أنه يختبر الاختبار النظري يسمونه بصورة التست أنا أقدر أسوي لإندورس أو أقع له وحط الرقم على الليس المالي ولما يروح الطيران المدني على طول راح يدخلون على الاختبار ويسوي الاختبار مالي يعني أنت رائز أنك توقع صعي شهاداتك نعم نعم عشان كذي أنت قاعد تشيحق العالم وصايد بينا ماذا؟ بالخطوة هذه صارت عندك جراء لأنك لا تطلع أكبر إلى مستوى الATPL والحين تبقى بك تدخل على الموضوع الATPL والخطوة شنو الناس اللي قاعد تروح حق الFAAA والأياسة أنا أمانة أنا ودي أسكر الكومنت وأخذ أسمع منك علشان بعدين أفتح الكومنتات بعدين أو أخذ الأسئلة اللي قاعد يحطون كومنتي الحين راح يضايقون لا يخالف شوية بس يخالف خاصة اللي يتحركون أنا أريدك تسوي فوكس تعطيني الخطوة أنا أريد ناس أسمع الفايدة أنت انت غالك إلى مستوى الATPL هذا لازم يكون في يعني أمانة فايدة أقلناك أو كأن إذا أنت قاعد تدخل السوق شيء ما لا داعي أو ما لا معنى فأنت يستخدم الوقت فأنا أريد أن ترى ترى الناس اللي راح تدخل معك وباش راح تسمع كلامك وتنتقل إلى مستوى الطيران احتمال مصيرهم لا يروح يعني دوا حدي تمام بوسقر دول الخليج نقيسها على بس دول الخليج دول الخليج الخليج جميع جميع قوانينها كلها مأخوذة من من الإياسة من القانون اللي هو الأوروبي اللي حاليا اسمه القانون الأوروبي سمونا إياسة أكسبت دولة واحدة اللي هي المملكة العربية السعودية مأخذة اللي هو الأفاء فأنا يعني لما بلشت بلشت بأفاء وبعدين شفت أنه لا في شريحة كبيرة في العالم تتبع النظام الآخر اللي هو النظام الأوروبي النظام الأوروبي هذا اللي دفع هذا المعتمد عندنا بالكويتية وقيران يعني الخليج كله عدد هذا المعتمد جميع نعم مع عدد السعودية اللي جذبني حق غلف إير أكاديمي والله شغلات وايد صلاحة طبعا طبعا لما أنا رحت حق غلف إير أكاديمي في بعض الشغلات يعني الشغلات اللي أنا مثلا مريت فيها خلال دراستي في السعودية حاولت أني أطبقها آخذها أو النظام الأمريكي حاولت أني أطبقها مع غلف إير أكاديمي لاحظت أنا بعد شغلة ثانية غلف إير أكاديمي تعطيك ليس الأوروبي اللي هو معتمد من معظم دول العالم والخليج وبنفس الوقت الإدارة اللي كلمولي إدارة مننا وفيننا يعني إدارة عربية صح والمدربين ميكس عرب مع يونان هي موجودة بيونان بأثينا بعد هذي ميزة ثانية أقربك وايد الناس كلي روحوا إن لندن أنا حين ما عرف إيش فأثينا شويت إن أقرب أقرب وايد أنا هنشين كان عندي القرب حتى هذا طالب رح يدرس بأثينا يعني أنا حط بالبالي أسرته رح تروح له وتهيل له إذا كان متزوج رح يروحون له ويول يروحون ويول له وبنفس الوقت لما تكلمتوا إياهم لقيت إن مكانهم أصلاً في أثينا والمكتب مالهم يبعد كيلوين فقط عن الطيران المدني لأن نظام الإياسة يعتمد اختبارات نظرية وايد فأنت رح تكون شغال مع الطيران المدني بشكل مستمر حلو يعرفت فراح يكونون يمك يعني أنت قاعد تكلم على كيلوين يبعدون عنك الطيران المدني اللي هو اليوناني رايحين يعيين إذا أنت قاعدت تكلم كأن شوف أنا ميخالف أنا المدلسة القديمة أنا دراسة بكسفورد من أول ثمينات فهل أنا الحين عذوب ماذا تتقولي والله بطلع لك مدلسة بأثينا ولا ما أدري وين وهذا شنو الميزة يعني تدري إحنا دائما نكذب اللي عندنا القديم الأول ينخاف من اليديد فإلا ما هينا واحد واثق ويقول والله يا جماعة تر يديد بنفس المستوى أو بنفس القدرة وبنفس المتطلبات والمعايير فهل هذا الكلام يعني صحيح أو لا؟ بصقر أي مدرسة تقول أنا أعطي الإياسة معناته الإياسة نفسهم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران معناه تفتش عليه وعطاه عطاه أنه هو من اتحاد سلامة الطيران الأوروبي ممتاز ممتاز فطبعا هذه موجودة هذا أهم شيء صراحة هذه بروحة أهم شيء الشغلة الثانية الدورات اللي عندهم ما تقتصر فقط على اللي هو الATPL اللي هو يسمونه طيار نقل جوي ماهو طيار تجاري مثل مثل المظام الأمريكي يسمونه طيار نقل جوي ATPL لا يعطون اللي هو الـ 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 راح تاخذ سرتيفكات من الآياتة وعندك الـDispatcher الـDispatcher السرتيفكات ماتك راح تطلع من الآياتة، لأن الآياتة ما عندها ما عندها سوري الآياتة ما عندها سرتيفكات فهو ليس بس الطيران لا، في 2 سرتيفكات موجودة والشي الأقوى الصلاحة اللي هو الأوفر مالهم كان جدا جميل يعني أنا شفت السعر من ناحية السعر وشنو بالسعر بعد أوكي، ممتاز فكام في وائد شغلات الحين ها بيتفصل لي على الأقوى لو الناس تبيت تعرف انت أصلاً اللي بيروح هناك شنو يتوقع عمفوض يأخذ يعني شنو نوع الدورات أو شنو اللي يفرق عن غير مدارسة ثانية أو شنو بتقدم شي زائد نزيل، نمشي بس نقطة صغيرة بيأذكرها بصقر موضوع الوذر الوذر كان من الشغلات المهمة يعني حتى لما كنت أنا في السعودية ساعدني وايد الوذر وإذا أي واحد فيكم يكتب متوسط الطقس اللي موجود في اليونان راح يشوف إنه يعني يمكن عندك خمسة شهور الوذر عندك يسمونه كافوكي بلغة الطيران اللي هو يكون يعني ما في غيوم يعني قصدك إذا الوذر زين الوذر زين باليونان يعني هذا يساعدك من تخلص إذا راح تديرها ما فيها يعني عندهم اشكاليات بالوذر أنت ما راح تطير رايد راح أغلب وقتك يمكن على جراند انت صح صح هذا اللي حاصل مع الدول الأخرى الحين راح الطالب هناك أول مبلش قبل شوية لما الطالب يقول مثلا أنا أبي أبلش أخذ هذا الكورس شنو شنو اللي موجود في الكورس طبعا ليش الكورس أو سعر الكورس كان مغري لأنه فيه كان وايد سوال في البلاش وغير هذا السعر أصلا نازل حلو يعني اللي راح ياخذ الكورس ويدفع المبلغ من الكورس راح يحصل يونيفورم فري اللي هي القطعة اللي تنحط على الفخذ وتمسك فيها هذه تمسك فيها الخرايط والأوراق بلاش الكتب بلاش برنامج الأونلاين يسمونها البلاش المواصلات من سكنك إلى الطيران المدني وإلى المدرسة المثلة هذا بلاش الميديكال بلاش بعد شنو دورة يسمونها الملتيكرو كوربريشن بلاش إنكلود المواصلات فهذا كل المواصلات موجود داخل الATPL طبعا هو شنو اسمه اسمه نظام الإياسة في نوعين في نظام الانتغريت وفي نظام الموديولر أنا راح أتكلم عن الانتغريت الانتغريت يعني الطالب يروح هناك ويقعد يداوم كمدرسة مدرسة راح يدرس نظري 800 ساعة كلاس لها 10% من 800 ساعة هذي ممكن ياخذها أونلاين حلو حلو نسمها إنتغريشن يعني متداخل النظري مع العملي نعم فالسبوع الواحد راح يدرس ويطير يوم كذي يوم كذي أو يومين كذي يوم كذي حلو حلو فراح يصير فيه تداخل بين الاثنين فهذي شنو ميزتها ميزتها إنه قاع يدرس النظري ويطبق عملي يدرس نظري ويطبق عملي لما ييه موعد الاختبار النظري أول عملي الانتغريش عنده شايفه بعيونه كل شي شايفه بعيونه مو بس يقعد يحفظ 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 مو بس يقعد يقرأ نظري ويالله بعدها نعم راح يمتازه هذا فالتغريشن هذا يعتبر تغريباً نوايد عارب حيث النقال أصلاً يقدر يكسب يعني خط متوازي في مراحل التعلم نعم نعم قلت لي الATPL والITPL والحين على ظروفنا طبعاً ما في بات شديدة حين اللي يمكن قلت لي شهر ثمانية أو عشرة في واحد شهر ثمانية وفي واحد شهر 11 حلو اللي يبيلحق على شهر ثمانية شنو يسوي اللي يبيلحق على شهر ثمانية على طول يكلمني راح أعطيه الATPL أول ما يعب الATPL على طول راح يتصلون في المدرسة طبعاً علشان يقدم على الفيزة الطالب مالة اليونان لازم يدفع ثلاثين بالمئة من المبلغ أول شيء طبعاً هذي ميزة ثانية أنه لما تدفع الثلاثين بالمئة أنت عندك حساب في الأكاديمية مالتك ندفع فيها ثلاثين بالمئة نعم فتقسيمة الأقصاد كلية طبعاً اي راح تدفعها حق الكلية يصير عندك فاتورة أنك أنت دفعت حق الكلية اللي بليونان ثلاثين بالمئة هذي الفاتورة وين تحتاجها تحتاجها بالسفارة عشان تقدر تطلع الفيزة مالتك الفيزة ما راح يعطونك يعني الفيزة ما تنفر إلا لما تكون عندك ثلاثين بالمئة وربطت مع المدرسة والمدرسة سوت لك ملف وصار فيه تقدر تتحرك ايوه بعدين بعدين راح يأخذ الفيزة وعلى طول يطلع هناك على طول يبلش دراسة وياهم في ميزة ثانية بعد قلول إياها هناك الريشيو الطيارة إلى الستيودنت الريشيو قليل يعني مثلا في مدرسة مثلا تقول لك أنا عندي مثلا خمس طيارات حلو كم ستودنت عندك كم طالب عندك والله أنا عندي مئتين طالب شلون والله أمئة وخمسين طالب شلون قاعد تنزورها طالب يعني يحصل طيارة يعني بالخاصة يحصل أو يصير لود عليها فمثلا يقعد يوم وترك يطير أو تصير في مشاكل ميزة المدرسة هذي حاليا الريشيو ثلاثة إلى واحد يعني كل ثلاث طلاب عندهم طيارة وهما والهدف مالهم أن ما يروحون أكثر من خمسة إلى واحد يعني الماكسوم إذا صار عندهم هو ازدحام راح يروحون خمس كل خمس طلاب طيارة واحدة أوكي هذا سمون ريشيو الفلايت ريشيو على الستيودنت للطيارات أيوة هذي ميزة لأن أنا أشوف بعض المدارس يعني يقبلونك بساساسا ما عندهم طيارات أو ما عندهم طيارات أو مو قادر يطيرك في جدولك ويبتدي يقبل طلبة زيادة وأنت تدش بالجدول هذي ويجد الجدول مو ثاني فأنت تقعد بالويتك لست مدة طويلة معارف أنت مصيرك فالطول المدة عليك أصلاً وأنت تخلص المدة علشان ترجع وتخلص وتبتدي الدش تلتحقلك بأي خطوط طيران وتبتدي حياتك العملية صح صح إن زين هل يعتبر صحيح كاستثمار واحد حين نفسه بالخطة؟ والله بصقر أنا من الناس اللي أؤمن لأن واحد يستثمر على مخي فأنا أعتقد أننا عندك شغلتين وأنت راح تستثمر على نفسك ورغم أثنين أنت راح تستثمر على الشغف مالك وعلى مستقبلك نعم نعم في ناس مثلا يقول لا طيار وما لا مستقبل يمكن حصر وظيفة ما يحصر وظيفة أنا تخرجت مهندس ما توظفت على طول قاعدت حلوة السنة يا الله اللي لقيت في وظيفة حالياً أي مهندس أو أنا قاعد أتكلم بالهندسة لأن الهندسة يمكن تكون مرقوبة لو بغال منها بالشهادات الثانية ما راح تحصل أي شهادة ثانية بصقر ما راح تحصل الوظيفة بدينك السرعة لازم من واحد يلحق ويروح يدور ويحطر ناديك مهندس أو كابتن؟ بل اثنين عادي حتى عدل عزيز شغال الآن عندما يكون الطالب يكون يفكرون بطريقة عالية الطالب أكيد يستثمر أو يحط فلوسها مرات يكون فلوسة طبعاً مو فلوسة أو قد يكون من أهلاء أو ياخذ طارق أو شاك عندما يحط المبلغ الطالب هل أنت راح تزاودي بقائمة لأسعار يعني عندما يبتد يقدم على الطالب ستعطيه النموذج ورح تعطيه السعر ورح تعطيه علشان تساعده في اتخال الغرار لأن احتمال لما يقضه هو ثلاثين بالمئة يبيعرف هالثلاثين بالمئة وين بتروح وبعدين بانجر مبلغ السبعين بالمئة شون بيتوزع أصلاً؟ بوصغل الثلاثين بالمئة راح تنحط بحسابه فلما يبلش هو يجي المدرسة راح يستخدم الثلاثين بالمئة عشان يطير فيها هذا الأولى نحن بوقع سبعين بالمئة نزيل مدة الدراسة لو تلاحظ ما هي سنة ونص إلى سنتين مدة الدراسة هو سنة إلى سنة ونص ليش عشان قلنا الموضوع الانتغريشن فأنت عندك هذه الفتشة هذه تدفع كثر ما تقدر المهم انت لما تخرج تكون مسكرة للمبلغ هذا رغم واحد رغم أصرف عند احتياج معين هو يكمل يعني سبعين بالمئة تكون على دفعات يوزعها على كيفها؟ على ساعة بهران واحتياجها هذا مأخوذة بعد من النظام الأمريكي يو بي يو بلاي اه اوكي اوكي لان انت ما تريد تصاعدها على الناس نحن نظروه خاصة عند موضوع كورونا والناس يعني يالله قاعد حاولتهم على الكاش وهذا فما يبي يقطون على مدرسة وباشا يتفاجعوا على استثمار هذا بوم مكانه فلازم يكون عندنا نقلل المخاطر بحيث ان اوكي يروح ثلاثين بالمئة جرب الوقع وشوفه هناك وان شاء الله يعني راح تحصل ان زين شنو ودك تقول زيادة عن فوائد بالنسبة للطالب هناك لما يروح يعني كل طالب يروح يعني يفكر بايرلينر لان يبي يتخرج يبي يصيد شركة طيران ويقول لك والله انا طيران مدني ما ادري ما لازم اروح ادور واركدوا طيران مدني وقلهم اشوفوا لي مدارسكم شوف شون طريقة التعليم العالي لما انت تروح جامعي وتروح لهم دور جامعة ما اعترف فيها عشان تروح ترك دور الجامعة واتطرهم والله يا جامعة انتو تعليمنا العالي ما اعترف فيكم هذا الميندسيت او الفكر هذا موجود فانا ما بيك تغيره انا بيك التعامل معه وتقول لي شلون انت راح التعامل مع هذي الافكار بوسقر نروح شوية باك تو الليسن هو المين فوكس الحين حاليا هو الليسن ان يكون اوربي شركات الطيران هل قاعد تاخذ الليسن هذا ولا قاعد تاخذ مدارس انا الصراحة اقول لك يا قاعد تاخذ الاثنين حلا بس المين فوكس طبعا لانه لما اقول لك انا متخرج مثلا عندي اياسة لايسن ما حد يقدر يطعن طالما المدرسة عندها سلامة الطيران خلاص ما حد يقدر كلمك اذا ما اخذها يعني اذا ما اخذها من اي دولة باوروبا انها الامة بالطبع صح نعم هذا اللي اعشوف شركات الطيران خاصة لما انا شوف قاعد يتواصلون معك ناس طيارين ما عندهم اياسة وكان يطيرون تحت قطاع طياران ما انا اسكري طياران طبي طياران آخر دعم استطلاع بس من غير الياسن الحين شو قاعد يطلبون الياسة يعني منك بحيث انه كأنه ينقذهم في انه عقودهم التن معاشية واشتغلون فيها صح صح فمعنات ان اظن ليس الياسة هو الكي او النبر واحد يعني يبتد يتحرك من خلاله اذا كان العملية فيها يعني كرير بساقل في شغلة بعد اضيفها انا دراستي كلها يعني كانت كلها صوب النظام الامريكي فانا المفروضة اكون يعني ادعم النظام الامريكي اكتر بس انا من خبرتي انا شفت النظام الامريكي وشفت النظام الاوربي انا اشوف العالم كلها اكبر نسبة نظام اوروبي وبعدها اللي هو النظام الامريكي بس معظم الدول يعني انت عندك اوروبا كلها دول الخليج كلهم عندك قارة الافريغية معظم الدول كلها اياسة كلهم يمشون على اياسة والكونورجين كورس يعني واحد لما يبتدي عندهم انا عارف طياريا عندهم بس ما عندهم اياسة عندهم ساعات طيران بالمئات بس ما عندهم اياسة على طواسطي فانت لما تتكلم بالطريقة هذه كالكونورجين كورس لانه بيروح خلاص يبيروح كوميرشال يبيروح برايفيت بس يبقى اياسة فانت تتكلم عن لولا ان اياسة هو اللي غالب هو اللي ماشي هو اللي يدخل في مطارات ودول ترى والي ما ناس صار عليها طلب بهذا الاسلوب صح مرت عليك التجربة هذي عدل مع ناس؟ ان يبون يسوون كوميرجين تقصد؟ ايه نعم ايه انا ابو صاقر قاع اسوى كوميرجين اوكي اوكي وصلت لا لا في ناس في ناس قاعي يسوون كوميرجين ياس يحتاج يحتاج شوية شغل كوميرجين بس راح يوري المدرب طيبة في الجو يعني راح يقول مثلا انا عندي ثلاثمائة ولا عندي خمسمائة ساعة طيران هذي راح توفر عليك طبعا لما تكون انت موجود في في الجو مع هذا بس الشغلة اللي لازم تسويها عشان تحول ترجع مرة ثانية الى الدراسة النظرية لازم تدرس دراسة نظرية وتخلص الـ 14 مادة وعقبها تنتقل الى العملي وتخلص العملي فطبعا راح يشوفون فيه فرق راح يشوفون انك انت بالعمل متمكن بالطيارة ممتاز ممتاز وشوف ترى يعني مع التغدير للطيارين مو قصورا فيهم انما هذي مدرسة وهذي مدرسة هذي اسلوب هذي اسلوب ولكن هذا اللي موجود في العالم هذا اللي يتداولون الناس يعني اتروح عن ذلك انت تبقى بالـ FAA عادب لازم عندك لما تروح المملكة العربية السعودية انت كذلك عطير بالـ FAA مو تغلل لما نقدرها بأبدا ولكن احنا وقدنا مثلا لما يونك الطلبة انت يعني ما شاء الله عايز عندك وكاترين وكالة بالـ FAA مع كاليمة تراضك وعندك على الاياسة مع الغرف اكاديمي الحين ابيب بالنسبة للطلبة شنو خطتك احنا جدام مو تسوي يعني عندك شهر ثمانية قتلي في دفعة وعندك شهر داعش في دفعة نزين شونك بتحضرهم موضوع اللغة وهل السن والاسئلة المعتادة التي تيدي هذي شم عمر تبونها وشنو موضوع اللغة وشم اللغة يعني امور هذي بصقر كقانون طيران اللي يقولي انا عمري مثلاً بي اللي واحد يقولي انا اربعين وراح علي القطارة قولي اربعين انت تتوكم بل الشباب زين فالعمر العمر ما يوقفك انك انت تتعلم طيران اللي راح يوقفك شركة الطيران فانت لما تروح تدرس طيران شيك مع شركة الطيران اللي انت حاب انك تروح لها شم ياخدهم مثلاً العمر أو شنو شروطهم أو مش عارفين هذا يعني اهم شي بس كأنت تبي تاخذ اللي سن لا انا ما عندي مشكلة مع شركة الطيران ومش عارف ايه لا اي عمر ناخذ اهم شي يكون مخلص ثانوية بعض الناس يقول يمكن انا ذكرتها مرة قلت ان الطيران ما يحتاج انجليزي قوي يسم انجليزي ما يحتاج ان كنت تكون مثلا بلبل انجليزي لا اذا عندك متوسط انجليزي تبلش على طول ديش على الدراسة على طول بس مدرسة ش راح تسوي لك راح تسوي لك اختبار تشوف كده تحتاج الانجليزي ولا لا الحين احنا قريب راح نبلش نعطي هذا الترينينج ان شاء الله راح يكون اونلاين لا لا وزيدك من الشعربيت حتى الكورس اللانغوج 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 اللي اهو الانجليزي مال الطيران مو بس شدي المبلغ اللي راح يندفع حق دراسة الطيران معطينا هذا الكورس ببلاش اه حلو 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 يعني حتى الابياشن انجليش اذا هو مو زين بالابياشن انجليش يقولوا له هاكي بعض ابرعش الابياشن انجليش ممتاز ممتاز ايه لانا تدري ما وديك انت شوف انا شوني مشكلتي انا مشكلتي في الاتخال الغرار المايندسيت مرات الناس تربطنا في السمتة معانا يعني commercial line لما تقولها commercial line اذا انت خلاص راح تتغل عندي يتشجع انا ما ودي هذا الفكر ان انا اربط حياتي بتاقبارتي بان انا الا هالشركة القيران ولا ترى انا ماضي انا افكر اقول لا انا اخذ الليسن اول اذا انا صغل حق القيران وبعدين مني لبعث سنة سنتين اصلا ما يدعش من قوانين شونيش الا اذا انت راح سكولرشب سكولرشب هذا شي ثاني ما راح يصير راح يفكر بالفكرة وبعدين يطيق فوق تحت يقول لك انا مراح اروح بعدين يتحسها في حقب سنتين يقول انا يكفي الفرصة هذه بس ما راح انت اللي راح تتفعل الحين راح يبين معاك بعد سنة ونصة او سنتين لما تتخرج صح فانت لا تقول مثلا والله الحين ما اكو ضغط طيران مش عارفة لا انت فكر بعد سنتين شو راح يصيد العالم صحيح لان انا ترى الفرصة راح الوايد زين لان انا تدري الوضاع انا يعني ما دي مترحة تعافي شركات طيران بس لا تصير تعافي شركات طيران هي قد تكون مادة محبطة بالنسبة حق الناس اللي ودهم يدرسون طيران ودهم يتعلمون بالعيس بناتا انت عندك فرصة انك تتعلم وتدرس الا ما تبتدي الخطوط تفتح اصلا ما تدري وين مصيرك وين بتروح وين مستوى الدراسة اللي تبي توصل لها وهذه كلها يعني حين صارت المعايير قبل احنا قرانتد لما نروح خلاص عارفين نبع نرجع ونشتغل ووظيفة جاهزة ونقشة ونرتب الحين شوية القرار اختلف انا ما لوم الشباب يعني انا ودي حتى مرة تساعد ان اتخاذ القرار فيمكن هذا السبب لحنا نحاول نفتح حين Q&A نحاول نستفيد من أسئلة الشباب بس خلنا نشوف اذا عندي أسئلة يالله خلنا نشوف شو سؤال يقول وش رايك في اكسفورد تنصحني ادرس في الدمام ولا امريكا اقصد يقصدون كلية اكسفورد اللي في السعودية ما ودنا اعنا نخص بس انه ما بيعلق بس انا ما خبري في اكسفورد بأمريكا صراحة ما ما سمعك صراحة يقصد اكسفورد اللي في بريطانيا او انه يقصد لان اذا قلت لأمريكا يعني يقصد ممكن لأفايا ممكن يقصد لأفايا انا راح اتكلم بشكل عام حبيبي لما تبيت غارا بين مدرسة ومدرسة اول شي يشوف انت وانت بتروح اي شركة طيران اللي موجود انت بتبي دولتك ولا تبي ليسل ممكن يدخلك اكتر من المكان اول شي لازم هذا تحسبك لما تحسب المصاريف تحسب مصاريف مو مصاريف الدراسة فقط تحسب مصاريف مصاريف الدراسة زائد اكلك وشربك وسكنك وسيارتك وبنزينك وهذا كله ينحط بالحسبة فانت ممكن تروح مكان تلقى المكان هذا وايد رخيص بس اكلك وشربك وسكنك وتذكرتك ومشعرف ايه وايد غالي وتغارنا مكان تاني يكون غالي راح تشوفهم نفس الشيء بالنهاية اوكي يمانات اهم الاستثمار راح يكون وايد اعلى بها الحالة هذي انت اساسا في مصاريف ثانية مو بع البال وطلعتلك وانت مو حاسب حساب قيمة دراسة بالوقت اللي انت ترى صح هذا بشكل عام بوساقر لما تغيم اي مدرسة حط هذي الحسبة كلها سؤال ثاني هل في دراسة طيران للبنات وهل تأخذون ادبي ولا علمي؟ الله صديق هاد ادبي ولا علم انا كنت بالثمينات او ما كنسبنا انت ادبي ولا علم عشان تصير طيار جاوب تكفى عزيز انت كيفك ادب ولا علم انا اخوي انا اخوي صراحة ادبي بس طيار مقاتل استركتر انا اقدر اقول لكم اكثر غيتشوني هل في بنات دراسة؟ عادي عادي ما في اي مشكلة في بنات يأخون بنات الحين نروحك علمي ولا ادبي قانون طيران ما يقول لك علمي او ادبي ما لا دخل نهاي من اللي يطلب منك علمي او ادبي؟ شركات الطيران هم اللي يطلبون علمي او ادبي بعض الشركات الطيران تحط الاشتراطات هذي مرات خلناخد سؤال ثاني نحن نراحل تحط الاشتراك تحط الاشتراك وياك شنو اختبارات الطيار المدني ما ادري شنو يقصد ولكن اعتقد الاختبارات اظن اللي هو التأهيل شنو تحط الاشتراك لا الطيران الطيران المدني طيران المدني هذا رح يستلمونهم بس كرخصة طيار نقل جوي رح يتكون من 14 مادة حلو كل مجرات الطيران كل شيء سواء قانون طيران VFR communication ويتم بالنس هذا كلها رح يكون المهم anyway 14 مادة نزيل سؤال ثاني يقولك شنو اصعب مادة واجهتها او نواجهها في الATPL اللي هو ما رح يعجبهم الاجابة مخالف لازم هل لازم في التحديات ترها في يعني هي العملية مو سهلة لهالدرجة يعني شوف بوسقر ماكو شيء صعب انا بالنسبة لي ودائما اقول حق طلبتي بالطيران مافي شيء صعب ممكن يكون فيه بس صعب نهائي الطيران اصلا مايحتاج منك رياضيات قوية زائد وقسمة وضرب هذا اكثر شيء بس اللي راح يكون فيها ممكن قوانين والوذن والوذن زين يقولك هالدراسة الطيران في الخليج أرخص التروالي احنا تكلمنا يمكن عن ان التكلفة لعاشة ان الواحد يروح يرد وخاينقول الدولة وهو وشوان بيصرف وشوان بعيش ولكن التكلفة الثابتة عليك تكلفة لمدرسة ولا اخذ الرسوم يعني هالقيمة الدراسة والرسوم في الخليج أرخص من الدراسة في أوروبا اوكي اذا في دولة خليجية افتحت مدرسة طيران داخلها فهي راح تعطي رخصة حق هذه الدولة دولة اكس عندها مدرسة طيران الليس ان اللي راح تاخله من دولة اكس وهو يختص الدولة هذا ما في شي اسمه ليس ان والله انا ليس ممكن يطيرني العالم كله او ليس ان يقبلني العالم كله ما في شذيه ليس ان الاوروبي يقبلون منه بالخليج وممكن التحويلة مثلا تصير سريعة صح اي صح فدراسة طيران والله بالخليج أرخص انت لازم شوفوا انا لما اندرس في جامعة طيران امارات هم عندهم وايد سيميليترس ووايد عندهم قدرات عانية جدا وهي جامعة وتوصني في دراسة طيران المستوى الماجستير والدكتوراه مو معناته انه هو ارخص واغلغ بالعاكس انا كنت اروح ارد وايد وسكن عني فندق وطيارة يعني مأكل ويشروب سيارة يعني كان في عندي مصاريف فوق دراسة ماتي صح فهل هو ارخص واغلغ هذا يعتمد يعني يختلف على حسب الشخص تروا لي واسلوبه صح صح وبالعرض مالنا ممكن يطلب من المدرسة توفر له سكن مبلغ صغير والكهرباء والماء مثلا يمكن راح يكلف 50 دولار بالشهر والاكموديشن تقريبا 90 دينار بالشهر فالمدرسة ممكن توفر له كل شيء هل فعلا ممكن انهي دراسة طيران خمس اشهر وكم متوسط ساعات الطيران دراسة باليوم ساعات الدراسة باليوم هل فعلا ممكن هذا اربعة سئلة بمسج واحد لا شوف اذا يخلص طيران خمس اشهر هل يتكلمك عن PPL او طيران خاص اكثر من طيران يقدر يخلصه شهرين ثلاثة شهور ايه ولكن ATPL لا ترى تسلسل واتها وايد اكبر من شديد وعدد متوسط ساعات الدراسة باليوم بغلف اير اكاديمي مثل ما قلت انا راح يكون فيه يوم دراسة ويوم طيران طبعا تتوزع هي ميكس يعني مو يوم يوم لا هي راح يكون فيه اتفاق ما بينهم فرح تنحط هذا فاليوم الدراسة راح يكون ثمان ساعات من الصبح الى الليل السؤال يقول لك هل ممكن شخص يخاف من الطيران خوف طبيعي يصير طيار حتى لو كان حلمه هذا اكيد حلمة يعني يصيره هو راح يتمنى خوف ترى بس اطيرو انت خايف ما يخالب الحين ترى عزيز الـ 380 وطيارات وطيارات كلها اطيرو ترى انت خلاص تشيل ايدك لين الاندن يعني انه مجمع لانه مجمع على جم وانت تدامك الايباد فحتى الـ انت مركب ناس ما يدرون انت اصد طاير وكاعد تنطر لين توصل صح 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 اللي خاف من الطيران احسن خلي عالج علاجة جدا جدا بسيط يعني بالكلام واقناع ويشوف بعيونه الخطوات من الطيار حلو 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 يقول لك السؤال هل يمكن لي شركة الطيران انت تضمن لك الوظيفة اذا كنت حاب تدرس على حسابك وصعبة هذي انت تتكلم عن شركة الطيران فرضا راح تحل شركة الطيران لا ما ادري ما افضل هذا الاسلوب لانك تقول حق شركة الطيران انا بدلس على حسابي امنولي وظيفة وهذا يعني ما تصير لا صارت من قبل ولا اظن اذا بصير كذلك ما احد راح يبرس طيران اي اي شركة طيران ترى همها بعد العائد التجاري والتشغيلي اكثر من انت يبتش هذا لانه يهمها يعني عدل طيران مو شرط ان انت يعني صح هل يفرق عام او متقدم علشان ادخل تخصيص الطيران تخصص طيران عام او متقدم يمكن انوية عامة او دراسات علية ماضي ماضي اللي عنده بكالوريوس ما راح يفرق اظن اي مفروض ما يفرق قلنا شو سؤال يقولك ازاي احلمي واكون طيار احلم هذا السؤال جيد لازم نجواب عليك خليك كلمني يا محمد وخليك تحقق حلمك ان شاء الله معنا ومع اقل فئر اكاديمي ان شاء الله بيقولك بيقولك اسلام عليكم موضوع طيارين العسكر المقاتلين يكون ساعات هل تحويل او ساعات خلينا شوف هل تحويل ساعات طيارين المطلوبة منهم تكون اقل ما اقل بس شوف انا شفت في كل يات تعطي conversion من طيار مقاتل الى طيار كوميرشل ولكن فيه متطلرات حسب طيار مقاتل مرات يكون روتر وبعض طيارين مقاتلين حتى أقل مقاتلين عن طائرات مقاتلة مثل F18 والطائرات الاخرة هل فيه طيارين مقاتلين تحويل الخمير شرئيه ولا زالهم موجودين يطيرون على طائرات الايرلينيه طورا على الططرية وطورا على الإماراتية ومعي كانوا مقاتلين طيارين خضوا ساعات طيران معينة والاخر المرات انت كان عندك ساعات طيران عالية في المقاتل معناه انت ما عندك لياسد الذي يمكنك طير مئات الساعات على طيران مقاتل ولكن انت لا عندك لا اياسة ولا عندك افاة ولا شيء فهذا الفرق فتاخد كوميرشيل عشان تروح الى كوميرشيل هذا يعتمد عسيالك في الطهيران شون يعاملونك رجعونك فيرست اوفيسر او فيتير جامعهم سؤال يقول سلام عليكم الحين يا كابتن سؤال هدى داخل الطهيران حتى لو بتاعث على حساب الدولة ادرسها هل راح تفع فلوس يا اكيد بفلوس موكش بلاش شرايك عزيز اكيد بفلوس موكش بس هو يغفر داخل درسها هو على حساب الدولة ولكن الدولة راح تدفع للمدرسة يعني هل راح تفع صديق ايه يفترض يعني فالعملية وهي مو بلاش بفلوسة لكن بسلوب اخر يعني الساد محمد يقول في منح دراسية للطيران منح لازم تكون يقصد يعني هل هي الجامعة تقدم منح او الكلية تقدم منح ليست كذلك ايه ليس انا ما شفت حتى في اكسفورد انا ما شفت الاسلوب لا 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 منح تكون من الدولة او من شركة الطيران اللي انت تكون ملتحق فيها مثلا شركة طيران دولتك هي تعطيك منحة لدراسة في هذا المدرسة مقابل انك تعمل سنين معينة او مدة سنوات معينة تسترجع فيها قيمة الدراسة او يقدر شي سوي بوصقر يقدر تدخلص الATPL شافوه زين وكمل وراها على طول ممكن المدرسة تاخذها وتوظفها عندها كمدرب طيران اه اوكي السؤال يقول لك هل يمكن ترقية LSA الى البي بي ال وما هي اجراءات تكلفة تقديرية اشرح الاسم الفرقية على عجالة LSA اللي هو نوع من انواع اللي يصيرها هو بس يصير تحت البيت بايلت لايسن في ديستركشن شوية الطيارة لها يعني ما هي طيارة برايبت بايلت لايسن في لها خواص معينة ومن ناحية الوزن من ناحية الانسترومنت اللي موجودة طيارات تكون اصغر شويلة من البيت بايلت لايت سبيد عدل لايت سبورتي سمونا لايت سبورتي لايت سبورتي لايت سبورتي طيارات رياضية البي بي بي الها طيران شخصية طيران حدك انت لسنك نعم يطلع يتراقق يرفع نظام الاياسة نظام الامريكي نظام الامريكي نظام الامريكي نظام الامريكي هل معنى انت راح يديش مرة ثانية جراند شكول يبسيدي من يد يدي ياخذ حتى النظام الامريكي is the same ياخذ مو يعيد لانهو الاختبار النظري اللي خذا is the same is the same light sport ورح ياخذ رح ياخذ واحد ثاني ما the private pilot license يعني ما راح تتخليفة تقريبا يعني راح تطلع علي almost كاملة ممكن اقل شوية لانه طار واحد والسكيل جمالة اوه اوكي 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 فهمت تقصدك ورح يوفر ساعات يقول لك كابتن رخصة لها مدة تنتهي إذا ما اتحقت في شركة طيران يعني خلص شهادة ريال يا بل ليسن بس ما لقى شركة طيران ما لقى وظيفة المشكلة بصقر اللي ياخذ الليسن يحط له مقباته ويقعد يقول أنا طيار أنا طيار أنا طيار وبعد عشر سنين أنا طيار وهو ليسنه مو بلد زين كل سنتين سوي لك اختبار فلايت رفيو خلى بلد كل سنتين بعد ماكو حسن من جديد خل بك ساعة ساعتين يرجع مرة ثانية سوي بلديشن على على ال ما تجي يطلع ويانا يطير يسوي المانوفر مش عارف ايه شكرا كان الله غفور رحيم بلد يوقع له باللوقبوك كيف يتم النظر فاحص النظر للطيار وإذا كان يعاني من الحراف في العين إلا إذا ركز في منطقة معينة حبيبي عايبلك من الآخر تلبس نظارة نظرك راح يصير ستة على ستة ما عندك أي مشكلة انت اوكي انت اوكي نفسه هو تغريمة عندها السؤال كيفية فحص النظر للطيار؟ اضم الفحص الطبي كامل تسوينا عزيز ميديكين اه؟ فحص الطبي طبعا راح يشوفون اللي هو يشوف الأشكال وبنفس الوقت الألوان هذا مع النظر والفحص الطبي مع المصاري في الدراسة في قلب إير أكاديمي روعة يقول لك السؤال ما مستوى صعوبة الدراسة يقفل واحد يتكلم انجليزي مستوى متوسط حتى يبلش مدلسة الطيران في أوروبا؟ مدلسة الطيران موجودة في أوروبا الستاف اللي موجودين نصهم أوروبيين نصهم عرب هذا راح يساعدك لأن اللي موجودين وياك بعد راح يفهمون العادات والتغاليد وأقرب منك يحسون فيك أكثر هذي ميزة قلب إير أكاديمي فمتوسط أحسن شيء ما لا علاقة إذن راح تمال ناخذ سؤال أخير قبل أن نخطب معايبك ذاريوس قانون الممكن أدخل تخص طيران وكم سنة دراسه ما لا علاقة من القانون العديلية ما لا دخل، ما لا دخل قانون بالهذا ما لا دخل، إذا عندك بكاريوس يعني الناس يجب أن ينظرون إلى أنت مثال، أنت كغدوة، أنت مهندس يعني أنت مو طيار أساساً فأنت دخلت بالطيران وصرت كابتن وصرت إنستركتر المفروض الناس تنظر لك كنموذج أن العملية ما لها علاقة سؤال سريع قبل أن يفصلنا هل هنا ظهر الجنف يؤثر على الفحص الطبي القبول؟ مع العلم رأيت عدد مطلبة كويتيين مبتعثين غير مؤهرين بشكل كامل غير صحيح، ماكو طالب ينقبل في الكويت في شركات الطيران إلا بإيده الميديكال سرتيفيكيت أظن مفروض ترى يعني هذه سوري يعني ما فيها واسطة ببريطانيا عند طبيب معين ممكن يمشيها له السؤال السريع من خلال تجربتكم شنو أحسن دراسة الطيران مباشرة بعد التخرج من الثانوية أو بعد تدرس مجال مجال شنو مجال قريب للطيران يقصد يعني على طول من الثانوية ليه كلية طيران ولا لازم أدرس شوية مواب طيران وهذا لا لا حتى لو أنت مدارس راح يأخذونك غلف إير أكاديمي يأخذونك ويسولك تضبيط كامل وتدريس كامل ويأهلونك تصير طيار نقل جوي السؤال يقول طال أمرت كم تحتاج نسبة عدخل طيران ثانوية عامل ماكو نسبة قانون الطيران ماكو نسبة اللي راح يطلب منك نسبة هي شركات الطيران راح تقول لك يبلي سبعين يبلي خمشة سبعين مش عارف هي عادة لو يبتل ليس المالك جاهز ورحت حق شركة الطيران ما راح ينظرون حق نسبتك هل يشترط سن معين أو شروط أخرى حتى يتم القبول في المدرسة غلف إير أكاديمي وقانون الطيران ما يطلبون منك سن معين قانون الطيران فوق 17 عدنا تغريبا أغلب ما شاء الله سئلة وايد ولكن أنا سامحوني إذا طوفت سؤال لأن الأسئلة قاعدتي فوقها على بعضها بعض أغلبها تغريبا مكررة لأن كلها هل ممكن توفرون هل ممكن توفر لنا اشتراطات كل شركة على حدة؟ هي أنا ما أدريش أن يأخذون كل شركة على حدة ولكن يفترض أن أنت عزيز عندك اشتراطات المدرسة وعندك الأسعار وعندك الابليكيشن بس يفترض أن ناس تواصل معا علشان تقدر أنت تحدد الحالة وتحدد الاحتياج وبعدين أظن يلزمك أن الباتش عندك موجود شهر ثمانية أول دفعة وعندك شهر هدعش يعني أنا أذكر يوم كنا يوم كنت تدرس براوند سكول نفس الشيك يعني أول دفعة خلصت لهم دخلنا على الدفعة الثانية قمنا نجد والدفعات لأننا نحن متزمين مع مدرسة الثانية الآن هذه الكلية أهم عندها التزام آخر في جداولها في مطارين فالتي تأخر لا يقول أنا بأسجل شهر ثمانية في فاج من سبق لبق السؤال الأخير غالفير أكاديمي أعطي إياسا أبروف داشن أبسلوتلي أبسلوتلي أبروف إياسا ليسن من غالف أكاديمي غالف أير أكاديمي عجيز عندنا دقيقة لازم نختم وأبيك تقولي كلام أي شيخ خنافتح الكومنت وأبيك تقوليك رائب وتشكرني ها ما قلتني التشارت حلو وبصقر ولا لا لا هذا أمري معلوماتك والله جيدة و جينا الحمد لله العالمين أنا هذا اللي أحتاج أحتاج توعية حق الناس تجعل الناس تتريد تعرف شنو بالضبط كان يحصل وليش إحنا سونا اللقاء هذا على شأن الناس تأخذ معلومات أكثر إذا في لقاءات أخرى ستكون شوي يديد لأن حق الناس فقط اللي هما انترستد حقيقتهم في الدراسة أكثر من معلومات آمنة أبيك عجيزان تختملي علشان أكسكر اللقاء وتشكر منك على حضورك وخبولك الدعوة وسعى السدرك وشرحك للهواج مشكور بسكر وأتمنى إن شاء الله يكون أي لقاء ثانية أخرى جديد نتخار على خطوة أفضل وأكبر وأعلى إن شاء الله وإن شاء الله يسمعون يكونوا مستفيدين وأتمنى يعني عندكم عزيز عندكم مكانته وعند تواصله معاه الله يسلم ويستغلوا عليه لأسئلة لا تروحون لا سيدون لما تأكدون أنه قرمد هو عارف سكاي سنوه أكيد 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 الله يحفظ لك ونختم معه أي أحد عنده أي سؤال على طول يرسلني على الدايركت مالي أو يكلم بصاجر دايركت لي فكروا فيها احنا ما سوينا الوكالة مع قلف إير أكاديمي إلا احنا متيغنين أن قلف إير أكاديمي يعني أسعارها جدا جدا مناسبة حق الأسرة وأهم ك يعني حتى لما تعاملنا إياهم كانوا جدا جدا متفهمين منا وفينا يعني هذا اللي خلاننا إحنا فعلا نسوي هذه الوكالة معهم وأي سؤال أنا حاضر أي وقت بس بتأخرت عليكم اسمحوا لي شوية لا نتأخر على حد هاااااااا الله يحفظك، مطولي بعمركم الله يسلمك موساقى بحديثي لأن أنا أشوف أنت القدوة لأن أنت موظف فلازم ناس تعرف أنت لازلت موظف وأنت أشتغل في هذا المجال وهانتصرت مدرب وعندك الشغف أن تنقل هذه الخلقة أن الناس تخطي خطوة أكبر من شديد وتبسيط حالة أحلامها وإن شاء الله بيوفقوا متوظفون بصقر شغلة ثانية إحنا مو بس وكالة بس أنت تسجل عندنا وخلاص لا دراستك أصدر رح تصير متابعة منها يعني سواء أنا أو بصقر مع بعض رح نتابع الطالب ونتأكد أنه ماشي على الخط ونتأكد أنه ما في تأخير سواء من الطالب أو من الكلية الكلية على فكرة بالعقد مالها تضمن لك تكتب لك بالعقد إن إذا هي تأخرت رح تعاوضك على كل يوم تأخير هذي قلف إيرا أكاديمي هذي شغلة يمكن أنا ما قلتها بس الحين أقولها حق يمكن أولياء الأمور إذا تأخرت الكلية يوم واحد رح تعاوضها على كل يوم تأخير الله حفظك وفقك مشكور كابتن عزيز مشكور على المعلومات هذه وأنا ضر أختم وإن شاء الله رح أحفظ اللقاء ونزدع على الاجي تي بي ومشكور حبيبي مشكور بسكاري عزيز قلبي والسلام حبيبي مشكور بسكاري حبيبي مشكور بسكاري